هنعمل النهاردة العشورة بس هنعملها في الفرن مش هنعملها في كسات وتكون سقعة في التلاجة لا هنعملها في الفرن وبكريمة برضو هندخلها الفرن والشاي يتحمر ويكون عليها قشطة من فوق طريقتها اول حاجة هنعمل الكريمة بتاعتها هتبقى كوبايتين لبن ومعاهم معلقتين نشاو ومعلقتين كريم شنطي طبعا بتطعام الكريمة الحلوة جدا وتقريبا المقدار ده اربع معلق سكر او زي ما احنا بنحب وحبت فانيليا صغيرين خلص سواء سايلة سواء بودر ما بتفرقش عادي هنفضل نقلك في الكريمة كويس عشان بس ما تكلكعش ولا حاجة على البارد وبعد كده هنبقى نحطها على النار طبعا انا هيكون عندي الامح انا اصلا سلقا قبل كده ونقع الاول وبعدين سلقا لحد ما استوي خالص هفضل بقى هتيبه على جنب وهفضل طبعا اقلب الكريمة لحد لما لما تتقل شوية بشوية هنحس انها تقلت الامح اهوت هنجهزه بقى هنجيب الصينية اللي احنا هنعمل فيها العشورة وهنحط الامح ونحط معايا معلقتين جوز هند او اي مكسر احنا بنحبها ايه وانا طحنة بند قولوس طبعا هو لما بيكون مطحون بيبقى عمل طعم حلو او احنا مش بيبقى مش بيبقى عارفين لحد الطعم ده من ايه وهو مطحون في العشورة بيبقى احلى من ما يكون سليم واصلا ممكن ما نضيفش كمان يعني ديت حاجة اختيارية زي ما احنا عايزين وهنقلب الكريمة على الامح والمكسرات من تحت الفق قويس لحد ما تسخل جواها خالص وهنكمل كمان المقدار كله وبعد كده انا هسخد معلقتين قشطة في الميكرويف بس عشان تسيح بس هيها ساحت مني قوي يعني عادي هسخنها في الميكرويف شوية وبعد كده هحطها على وش العشورة وهدخلها فرن او شوية بس يعني انا محتاجة بس انها تاخد وش من فوق بسيط خالص تتحمر هي لزيزة خالص وحلوة وبتدفي هي فكرة تقريبا معالية يعني هي حلوة وبتدفي في الشتاء قوي